عزم السلطة على المضي قدماً نحو الانتخابات يقابله عزم جزء من الحراك الشعبي على افتكاك مطالبه قبل خوض المصاري الانتخابي. في الجمعة الرابعة والثلاثين لا يزال المتظاهرون يطالبون بضرورة إحداث القطيعة مع رموز النظام السابق قبل تنظيم الانتخابات. تزامناً مع هذه المظاهرة تحاول السلطة المستقلة للانتخابات استقطاب أكبر عدد من الناخبين حيث أعلنت تمديد آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. من الثاني عشر أكتوبر إلى غاية السابع عشر من نفس الشهر هي فرصة أخرى للناخبين الجدد للتسجيل في القوائم الانتخابية. فعملية المراجعة الأولى لم تسفر سوى على 128 ألف مسجل جديد رقم يصفه مراقبون بالضعيف مقارنة بعدد المواطنين غير المسجلين. 128 ألف تسجيل جديد سنوياً ماهوش حاجة بسيطة يعني. في بعض الدول لا يوجد 128 ألف مواطن. نحن في عملية تسجيل فقط في قوائم الانتخابية نفوت 130 ألف تسجيل. هذا أعتبره شيء مهم جداً. ولكن نحن السلطة ارتاعته سيد رئيس السلطة في عدته. يقول أنه لا نحرب شواله صوت واحد لحب ينتخب بيوم 12. لا نحرب شواله يقول السبب الحربات هو بقاءه خارج القيمة التسجيل. أكثر من 140 راغب في الترشح سحب استمارات جمع التوقيعات. هذه العملية ستنتهي في 26 من الشهر الحالي. لتبدأ بعدها عملية دراسة الملفات والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.